المقبل يسعد صباحك فؤاد يسعد صباحك إخلاص يعني سبحانه ربي لا إله إلا هو الشكر والحمد إله عمت علينا أمطار الخير مبارح الأسبوع المقبل طيب مننا منقدر نقول إنه الشتوية دخلت خلاص إن شاء الله يوم أمس موضوع آخر يعني يوم أمس وفي ساعات الصباح إلى ما بعد ظهر اليوم موضوع آخر لأنها حالة من عدم الاستقرار الجوي جابت بحمد الله زي ما اتفضلتي زخات من المطر كانت متركزة غالبية الأسبوع الماضي في المناطق الشرقية الجنوبية ومبارح كمان بدأت زخات من المطر في المناطق الشمالية امتدت لمناطق الوسط حتى بعض المناطق في عمان خاصة العاصمة عمان غربية المناطق المرتفعة كمان شهدت تساقط الأمطار بسم الله ومشاء الله مش زخات كانت مبارح يعني شلالات كانت الحمد لله كانت قوية ولكن يمكن فترتها قصيرة فهي زخات على كل حال الحمد لله بإذن الله طبعا من بعد ظهر اليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون هناك منخفض جوي هو متمركز فوق جزيرة قبرص فبالتالي سيؤثر على المملكة من ساعات ما بعد الظهر منخفض جوي بيأثر على المملكة في درجات حرارة متدني رح تنزل درجات الحرارة اليوم متوقع أن تكون في العاصمة عمان 23 درجة مئوية الأجواء رح تكون ما بين غائمة جزئيا إلى غائمة كليا أجواء باردة نسبيا أيضا أريد أن أضيف بأنه إن شاء الله هذا المنخفض بإذن الله وأنا متفائل إن شاء الله يا رب سيحمل أمطار أمطار الخير إن شاء الله يتعم إن شاء الله كافة مناطق المملكة إن شاء الله ورح يكون قوي أو رح نشعر بقوته في ساعات الليل رح يشتد وإن شاء الله يكون في مطر من خيره الحمد لله وإن شاء الله كما رح يكون في برق ورعد الخير بوجهة فؤاد الخير بوجهة يعني موسم شتاء ببشر بالخير منذ بداية وإن حمد لله رب العالمين أنا فورا أنتقل إلى الشاشة نشوف درجات الحرارة كمان في كل المناطق يعني ممكن من عندك فؤاد بس تشرح إنه وحضرتك جالس معنا أه تفضل تفضل بدي فؤاد نعم نعم أوك إذن نكمل نعم إذن نكمل زي ما تكلمت يشتد المنخفض إن شاء الله من ساعات يعني من ساعات الليل هو يبدأ تأثيره من بعض الظهر تشتد في الليل إن شاء الله يكون في أمطار ذكرنا وإن شاء الله تمتد هي بشكل تدريجي الهطور رح يكون إخلاص بشكل تدريجي متوقعا يبدأ من المناطق الشمالية وبعدها يمتد إلى مناطق الوسط وإن شاء الله يكمل أيضا هناك فقط أيضا ملاحظة بأنه رح يكون فيه هبات من الرياح هذه هبات رح تكون قوية مثيرة للهبار خاصة في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية من المملكة يمكن عم نسأل كيف الطقس بيكون يوم السبت والأحد والإثنين هناك انخفاضات متتالية على درجات الحرارة ولكن يعني إذا اليوم في العاصمة عمان 24 درجة مئوية متوقع بكرة إنها 23 عفوا متوقع تكون يوم السبت 21 درجة مئوية العظمى في العاصمة وبعدين تصير 20 تقريبا أو 19 درجة يعني معقول الطقس مش كتير بارد هل بالليل رح تكون درجات الحرارة أبرد كتير؟ نعم 100% أنا علشانيك استخدمت مصطلح أجواء أو يعني الطقس بارد نسبي زي ما تفضلتي مش بارد كتير بالليل أكيد بارد يعني في عمان 14 درجة مئوية فكيف حال المناطق الجنوبية المرتفعة المناطق المرتفعة الجبلية أيضا المناطق الشمالية رح تكون بارد متوقع أيضا أن تأثير هذا المنخفض الجوي يكون معنا يمتد إلى الأربع أيام القادمة يعني إن شاء الله أيضا السبت باحتمال يكون فيه تساقط الأمطار أمطار رعدية إن شاء الله وأيضا يوم الأحد وإن شاء الله كمان يوم التنين يا رب اشتقنا للشتاء صح؟ والله اشتقنا له أنا من الناس ما بعرف يعني أنا بحب التقص الشتوي ما بعرف بعكس عالم لا فيه عالم بتحب دائما الأجواء الصيف يمكن فيها حركة أكتر كل فصل له خصوصيته له نكهته طبعا له نكهته ولولا فصل الشتاء مع عمر الكون ربنا يديمها رحمة علينا يا رب طبعا أكيد كل موسم خير وعطاء إلنا ولمزارعين اللي بيستقبلوها بفرحة الأعياد طبعا على فكرة هذا ما كنا نتناقش به يعني في الصالون قبل أن أدخل لأنه إن شاء الله يكون يعني هاي الشتوية مناسبة للزيتون لأنه الزيتون لم يقطف كامل من زي ما كانوا يقولوا جداتنا هاي غسلة الزيتون كانوا يقولوا قبل ما ينعصر هاي غسلة الزيتون في ناس بحب دائما يعني يعصر زيتاتو يعني ويقطف كمان زيتوناتو بعد ما بعد تكون شتت الدنيا إن شاء الله هذا أول منخفض جوي يعني يمكن نحكي أول منخفض جوي يعني بكل معنى الكلمة إن شاء الله يأثر على المملكة وخير إن شاء الله يا رب عقبال التلج إن شاء الله الله كريم بس إحنا تعودنا في الأردن شوي التلج متأخر يعني عمالو بيجي مثلا ب أخر 12 عدد تنمو أو أوائل واحد يعني مثلا أهي بأخر 12 ديسمبر هو يعني ينقضي ولسه ما بنشوف تلج وهو من بعد إن شاء الله السنة تكون إن شاء الله يا رب ناخد كفايتنا من الأمطار وغيث السماء ورحمة رب الكريم واسعة علينا وهي عم بتبشر بالخير وإن شاء الله يكون موسم حلو على الجميع على الجميع إن شاء الله شكرا إليك فؤاد أهلا وسهلا فيك بننتظرك إن شاء الله الأسبوع القادم مع زميلة نضياء العواج شكرا إليك إن شاء الله خير